نحكي أكثر عن هذا الموضوع معنا صاحب محمصة منافرين أنس شولح يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك يسعد صباحك يا رب أهلا وسهلا أنستي تحت صباحك ونسعد صلاح الجميع أهلا بيك الله يبارسيكم ويجبر خاطركم يا رب أهلا أنا بدي أسألك بما أنك خبرة على الموضوع من يومين كتعم إلا لنور لازم نحكي عن هاي القصة أنا بشربها بسكر كل ما حط سكر بالقهوة بلاقي العالم عم تزورني وتطلع فيني وهيك بتكشر أنه عم تحطي لها سكر نزعتية تنتزع سحي القهوة إذا نحطر لها عم أنت كمان زلت الطيم بلا وحكيت بالتقرير أنه أنه في ناس تشربها بسكر وكذا بس ما بيجيب طعمتها غير المرار لك والله أنا هوين إحنا معيك حق أنت بس بالنسبة للموضوع السكر وبلا سكر أنا كان شرحي بس إلى يعني هي مشاومان يجرح حدا من موضوع اللي بيشربها بسكر ولا بلا سكر فيه زلم بتفضل مت معملك أنه بلزتاب مرارة وموضوعنا نحن كمان على يعني كمان توجه لي سؤال على اللي بيشربها بهيل والبلا هيل قال لي يا أخي شلون بيشربها بلا هيل أنا كمان قلت لهم يعني قربت لهم مثال يعني دغري أنه اللي بيشربها اللي بيشرب القهوة بسكر ما بيحسن نشربها بلا سكر واللي بهيل وبلا هيل كمان نفس الأمر يعني كل سبحان الله أزواء العالم واللي متعود هو أنه العرف تبعنا العرف تبع كأنه الغالبية بسوريا عنا كله مفضلة بسكر كان أما اللي ألب على يعني شربة البلا سكر سبحان الله صارت لزة المرار يعني تعلق معه بالطعم أنا والله يا سيد أنا سيقول لهم أنه أنه فيه أهوة مرّة فيه أهوة مرّة وهي أهوة حلوة يعني الأهوة المرّة إلا طقوصة وقصصة ومسكر تبع أنا كتير زلم يعني بتسأني هذا السؤال بتجي لعني بتقلي أنه موضوع الأهوة المرّة يا أخي هي مرّة خلاص غديك مرّة هاي اسمها قهوة غلي قهوة حلوة يا سلام أنا بقول له خلاص طبق عليها العرف والمسمى وما عد يطلعوا عنا يعني هذا اللي سبحان الله طيب انت شان تشرب جهوتك تحبها مهيلة ولا بدون هيل والله أنا حالا بشان كل عالم بشربة والله أنا القهوة سادة أول شغلة والقهوة الهيل الغامقة وبهيل والقهوة العربية المرّة كمان يعني بشربها كولومبيا بعرق هيل طيب بشلون الباع ع شهر رمضان بالقهوة شان الأسعار أيضا والله لا بشهر رمضان أول عشد أيام العالم ما بتشرب قهوة كتير تنصدم يعني وفيه من اللي بيشربوا قهوة سبحان الله يعني بفضل على السحور يشرب فينجان قهوة قبل ما يعني بيغتمق فينجان قهوة كتير بعرف ناس مقطوعة من القهوة تشيل عندي بالمساء مشاول الله مشاول الصبق زفا زينا ما لاغهوة عندي المرّة مثلا قال لي ما بتشرب قهوة برمضان عطيني قهوة عاد أزواء سبحان الله يعني ما شرق أن يكون المرّة والرجال بيشربوا قهوة مثل بعضهم حتى طبعا يعني أنا حكيت جملة أنك بتقدر أساساً تميز أهالي البلد مثلاً حلب كيف بيشربوها أهالي دمشق أهالي إدلب أدي إلك بهاي المصلحة حتى بتقدر تعرف الناس من وين شو أزواءهم كيف بيحبوها والله إحنا خلال تواجدنا هون بالشمال سبحان الله أصبحت الشمال سوريا كاملة يعني مصغرة كلها بل المنطقة هون عنها عاد أنا نحن الأهل الشام أغلبها منشربها غامقة القهوة عاد يجي لعندي الزلمة اللي يعطيني قهوة طيب نعطيه قهوة يرجع يا أخي اللي هاي قهوة محروقة أنا اللي شون قهوة محروقة يعني مستحيل اللي والله قهوة محروقة ما أحسن نشربها عاد سبحان الله نقول له شو بتشرب انت يا أخي تكون كاشفي كاشفي صلنا نساوي عاد هو صلنا كل واحد مثلاً يعني بعد انتقادات مثلاً لأنه نحن ما كنا بنعرف العرف تباحون هوني صاف صاف سبحان الله صار اللي عندك متمع ملك هكا دير الزور حلب، ريف حلب، إدلب، مناطق حمص كمان يعني كل منطقة سبحان الله إلا شربة وكأنه كايين يعني إلا العرف تبع المحلات الكايينة عنده سابقاً يعني المحلات متواجدة مثلاً بدماج متواجدة بحمص إلا ساطة العالم عنها عندك خليني أختبرك، خليني أختبرك، الرقا شون يشربون القهوة؟ والله، هاي لسا سامحيني، رقا بيشربوها شقار يعني والله أنا حبها شقرا لشأن أحب الوجه عليها أيوة، ما إلا للجزيرة يعني إن أغلب الجزيرة كلهم بيشربوها شقار صح مهيلة، يعني مثل ما نعرف أنه عطل إحنا معتادين أن نشرب قهوة الصباح وقهوة العصرونية لكن اليوم بشهر رمضان، ممكن تكون بعض الأفطار بعد ما نأكل، نرايح قبل التراوح أو تكون على الصحور، يعني أكيد يمكن موسم القهوة عندك يخف بشهر رمضان لكن يمكن بالأسبوع الأخير من رمضان، الناس تجهز بالقهوة ويشو كل الأمور الأخرى حتى تجهز على العين نحتي عن هاي الزحمة، عن هاي الأجواء أيضا أنستي، سبحان الله، مت ما أعمل لك هادول بس اللي بيشرب قهوة مظبوط، هذا ما بيطحها بنو بيختمع الصباح على الصحور في نجان قهوة، والمساء قبل ما ينام في نجان قهوة كثير عالم كوانب تجيين يتقلي، يا أخي في زين بتشرب قهوة بتنام يقول له ايه مو ما عندها ما بتقلق من القهوة، خلاص صار عندها طبيعتها بجسمها من عشرة من واحد رمضان لعشرة رمضان بيضلوا هدول بس سبحان الله المدومين واللي يعني العرف إذا أجانها نضيف يعني بالسهرة المساء، هذا شي طبيعي نقدم له قهوة الفترة اللي بين من المساء لسحو، العالم بتسهر بالأجوار رمضانية كتير يعني بيصير يعني تشرب قهوة بهالوقت، هاي الفترة بتقدم كل أنواع القهوة حضرتك، القهوة العربي والمرة والبرازيلي، الكولومبي، كله موجود عندك حتى القهوة تمكن للعربي اللي بيستخدموها أهالي الخليج هلأ القهوة الجزراوية هي القهوة البيضة، هاي أغلب بالسعودية وبالخليجي بيشربوها القهوة البيضة صحيح، 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 نعم أوسيح؟ عم قول هي نفسها، نفسها، نفسها الكولومبية هي العرق الكولومبي بس تتحمس تحميص شيء إن كان يعني على حرارة معينة بس مو بتأخذ درجات بالتحميص، وبتنجراش وبينضاف لها الزعفران وبينضاف لها الغرف يعني بتعمل أنت الخلطات، بتساوي أنت كل هاي الخلطات أهلا لكم، بفضل الله أناس، من وين حضرتك؟ أنا من الغوطة من عربين أهلا وسهلا فيك، أهلا وسهلا فيك، وكل أهلا للغوطة انبسطنا عن جربي وجودك يا رب، وإن شاء الله يا رب مش تحلك من أكبر المحلات المختصة بالقهوة ورمضانا كريم مرة أخرى، الله يبارك فيكم إن شاء الله أناس شولح صاحب محمصة كنت معنا من عفرين، شكرا لحضرتك يا سعيد الله يبارك فيك، الله يجبغ خاطركم يا رب، أهلا وسهلا شكرا شكرا